اشتركوا في القناة حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تلى ذلك كلمة سعادة الشيخ لمياء بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة ألقاها نيابة عنها الأستاذ جمال داوود المشرف العام للتنسيق والمتابعة بالجائزة حيث أشادت سعادتها بمبادرة سمو الشيخ لولوى بنت خليفة بن سلمان على إقامتها ودعمها لهذه الجائزة القرآنية تخليدا لذكرى صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتكون نبتة طيبة في ثوابه رحمه الله وميدانا للتنافس الشريف بين حفاظ القرآن الكريم ومجوديه وأوضحت الشيخ لمياء أن هذه الجائزة من المسابقات القرآنية الكبيرة وأن أعداد المشاركين في ازدياد مستمر حيث وصل عددهم في هذه الدورة إلى نحو 800 متسابق من الجنسين بعد ذلك ألقى الدكتور الشيخ راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية كلمة أشاد فيها بمناقب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اشتركوا في القناة